من قناة الامئين نحييكم مشاهدين ونقدم لكم نشرة لآخر الأخبار أهلا بكم ونستهل النشرة بالشأن العراقي قتل 38 شخصا وجرح 28 على الأقل في تفجيرين استهدفا أحد مباني الحكم المحلي في بلدة التاجي شمالية العاصمة العراقية بغداد دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق بإشراف الأمم المتساحدة في أحداث العنف في سوريا مشيرة إلى أن حملة السلطات السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كانت هذه اللقطات كما أوردها تلفزيون اليمني الرسمي ظهر فيها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح متأثرا بحروق وبجراح جراء محاولة اغتياله قبل أسابيع معنا اتصال آخر مع ابتسام خليل أيضا لاجئة عراقية موجودة في الأردن ابتسام مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا بيش معك رامي صادق من قناة الامي أي معنا في الستوديو الأخ باس البقال من برنامج تبني عائلة لاجئة أهلا بيش ابتسام بداية يعني نحب نتعرف على ظروف الحياة التي تعيشوها في الأردن حتى تكون واضحة الصورة بشكل أكبر للناس والعوائل الموجودة في الولايات المتحدة وضع اليوان وضع المنظمة الدولية للهجرة اليوان كيف تتعامل معكم كلاجئين ما هي فرص قبولكم في الدول الأجنبية منها أمريكا وغيرها والله إحنا يعني قبل كم يوم كنا بندوى يعني طابة وقاتكم مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص البنفسج في هذه الحلقة سنتطرق إلى موضوع الزواج وإلى موضوع اختيار الشريك في الحياة كما تعلمون أن الزواج أهمية كبرى في حياتنا البشرية فهي التي تحافظ على بقائنا على وجه الأرض وأيضا ضرورة لبناء عائلة وأيضا يعطى لبن جديدة في المجتمع تسهم في بناء المجتمع وفي تطور المجتمع إذ كان هذا الشخص خاصة الأطفال عندما يكبرون يستطيعون تحقيق الأحلام ويستطيعون أن يحققوا مكانة معينة في المجتمع على كل حال هناك دراسات أجريت في هذا الموضوع عن السحرة وعن إيمان الإنسان أو إيمان الأشخاص بموضوع السحر وجدت الدراسات أن النساء خاصة من الشرق الأوسط هنا أكثر إقبالا على موضوع السحر وهنا أكثر إيمانا بالسحرة وبالأفعال السحرية سأقول لك أحبك حين تنتهي كل لغات العشق القديمة فلا يبقى للعشاق شيء يقولونه أو يفعلونه تقع ولاية ميشيغن في وسط شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وتحيط بالولاية أربعة بحيرات وتمتلك ولاية ميشيغن أطول حدود مائية كما تمتلك إحدى أكبر أساطيل الولايات المتحدة يعود اسم الولاية إلى بحيرة ميشيغن التي يعتقد أن اسمها تخذ من شيبوة ترجمة نانسي قنقر